اتكلمنا قبل كده عن تراهولات الواجه وعلاج تراهولات الواجه من الدرجة المتوسطة باستخدام جهاز الهايفا والالفا نهاردة هتكلم عن لو التراهولات دي اكتر شوية بتم استخدام الخيوط الخيوط بتستخدم علشان نشد بيها البشرة بنستخدمها للواجه ونستخدمها كمان للرقبة وممكن اماكن تانية لما بنستخدمها للواجه بنرفع بيها الخد لمستوى الطبيعي الاول فنعالج بيها تراهول الخدود ونعالج بيها كمان خطوط الاتسامة نقدر نحدد بيها خط الفك ونعالج بيها التراكل اللي بيحصل في المكان ده وبنسميه الجودز وبنقدر كمان نعالج بيها تراكلات الرقبة ومنطقة الدابل تشين بتدينا لوك أكتر شباباً وتدينا بشرة مجدودة وبتدوم معانا النتيجة في حدود من سنة ونص لسنتين رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نشوف ايه هي باقي المواضيع اللي محضرنا لكم في حلقتنا الموضوع اللي اخترنا لحضراتكم عشان نتكلم فيه دلوقتي هو موضوع شاغل بقى لناس كتير خاصة السيدات وفي الحقيقة اخترنا النهاردة بناء على رغبة المشاهدين اللي بعتوا لنا على صفحتنا في الفيسبوك وطلبوا لنتكلم فيه وننقشوا الموضوع هو المشاكل الجلدية اللي بتظهر في الوش زي الكلف والحفر والبقع والندبات اللي بتبقى على الجلد ودي كلها مشاكل منتشرة وبتعاني منها فتيات وسيدات كتير وايضاً رجال عشان كده فقرتنا دي تهموكم وضروري تتابعوا كل كلمة هتتقال فيها قبل ما ابدأ كلامي خلوني ارحب بضفتي دكتورة راشا حامد استشاري الامراض الجلدية اهلا دكتورة اهلا ني دكتورة خير الحقيقة موضوع البقع والكلف والحفر اللي نتجع عن حب الشباب والحاجات دي بتشغل ناس كتير والواحد يقعد يبص في المراية ويقلف في وشه وكده وشه وإيه الحكاية فواضح ان الحاجات دي بقالها حلول الحمد لله طبعاً هما دول موضوع كذا موضوع مختلف نبدأ مثلاً نتكلم عن موضوع الكلف هو الكلف نوع من انواع التصبغات اللي بتصيب الجلد له شكل معين في التوزيع على الجلد بيبقى دايماً موجود في الجبهة بياخد منطقة الانف منطقة الخدود وكمان جزء الابر لاب او الشفة العلوية وبيكون موجود احياناً في بعض الاماكن الاخرى من الجسم الكلف بيصيب الرجال وبيصيب السيدات بس طبعاً هو الحقيقة في السيدات اكتر شوي كلف له اسباب كتير جداً السبب الاساسي مش معروف لكن له اسباب بتزوده زي مثلاً التغيرات الهرمونية سواء كانت تغيرات هرمونية داخلية بتحصل مثلاً للسيدات أثناء فترة الحمل بيزيد جداً معيها الكلف والتصبغات دي او مثلاً هرمونات من بره زي اللي بيستخدموا الوسائل الحبوب لمنع الحمل برضو دي بتزود موضوع الكلف في حاجة كمان مهمة جداً في قصة الكلف هي الشمس الشمس بتزود الكلف علشان كده لما بنيجي نتكلم مع العين اول حاجة بنقولها له خد بالك من الشمس لان جزء من يعني 50% من العلاج هو الوقاية من الشمس مبدئياً لما بنيجي نتكلم عن الكلف وشكله هو فيه منه لونين فيه منه لون بيبقى يعني بني ولون جري ده بيبقى نتيجة رمادي رمادي ده بيبقى نتيجة ان السبغة نفسها التسبغات دي بتبقى موجودة على طبقات مختلفة من الجلد احياناً بتكون موجودة على الطبقة السطحية وده طبعاً بيبقى النوع الافضل لانه بيبقى النوع الاسهل في العلاج والموجودة في الطبقة الداخلية دي اللي بتاخد اللون الجري او على اللون الرمادي شوية ده طبعاً نتيجة ان الخلايا المسؤولة عن انتاج الملانين بتبقى عندها نشاط زيد شوية عندنا صورة كده بتبين كده العلاقة ومقطع في الجلد بيبين الكلف يعني هنا ده جزء من من الديستربيوشن بتاع الكلف اللي هو واخد الخدود أو توزيع واخد الخدود برضو كمان زي ما قلنا في الفورهاد وفي الأبرلم هنا العلاقة ما بين الشمس وما بين الكلف الكلف لما بيكون الحقيقة لما بييجي هو احنا بنعرف صاحبه ان هو بقى صاحبك صديقك ما بيختفيش 100% لكن في حاجات بتزوده زي التعرض للشمس عشان كدائماً بيزيد في الصيف وفي كل ما بعمل وقاية كل ما بيقل بيقل طيب طرق العلاج بقى طرق العلاج انتو بتعملو له ايه بتصرفه في ازاي وهل في فرق بين السطح والعميق دي حقيقة طرق العلاج طبعاً بتختلف كمان حسب الدرج يعني احنا فيه أجهزة معينة بنقدر نعرف بيها الكلف ده هل هو سطحي أو عميق والحقيقة معظم الحالات بتبقى مكسد ما بين الاتنين فبنبدأ نتعامل على حساب الحال بنبدأ بحاجات بسيطة جداً زي الكريمات التفتيح اللي بتبقى ممكن يستخدمها الشخص في البيت وبيمشي عليها الفترات مش أقل من شهرين وبنعرفه ازاي يستخدمها لان فيه بعض كريمات التفتيح لازم يستخدمها في أوقات معينة في المساء من اتعرضش بيها خالص ضوء الشمس لان ممكن يحصل على نتائج عكسية بنعرفه ازاي يستخدمها وطبعاً بنوعيه ونقوله الشمس ثم الشمس ونقوله قاية منها فيه بقى حاجات تانية لو الموضوع أكبر من كده بنبدأ احنا نتعامل بحاجات مور بروفاشنال زي مثلاً التأشير التأشير ده فيه منه كذا درج فيه التأشير اللي هو الدايمون بيل اللي هو باستخدام الماسي تأشير الماسي يعني بقى بنشيل طبقات سطحية جداً من الجلد في جلسات وما بتسيبش قصار على الجلد والشخص بيمارس حياته بشكل عادي بس بنحتاج منها أكتر من الجلسة دي لما بتكون ده يعني الميلانين موجود في طبقة سطحية جداً أحياناً كمان بنعمل التأشير الكيميائي والتأشير الكيميائي ده من الحاجات اللي يجيب نتائج حيلة لأن احنا بمستخدم مواد كيميائية معينة بنضيفها للجلد برضو بتركيزات وبتوزيعات معينة وفترات زمنية محددة وبنطلب من الشخص أنه يتفادئ الشمس في أول يومين ثلاثة وبعد كي بيبدأ الجلد يقشر ويتخلص من الطبقات السطحية بالسبغة الموجودة فيها ويرجع تانياً دكتورة؟ لو ما عملناش حماية ما هو أنا عايزة أقوله كده لابد من الوقاية ما فيش حاجة دائمة لابد من الوقاية ده حاجة بنقولها من أول ما بيدخل علينا الشخص طيب بما أنها معروفة أنها بتظهر في حالة معينة زي ما قلتي بفعل الهرمونات زي الحمل هل في وقاية أن الحامل ممكن تبدأ من أول الحمل تعملها عشان ما يطلعش هذا الكلف؟ هل في؟ مفيش هي الحقيقة مش كل الناس في الحمل بيجي لها كلف فأنت متعرفش أنت من نوع ده أو لا ولا هقدر أمنع ظهورها لكن زي ما قلنا بنقدر نقلل شوية الدرجة طيب فيه كمان في العلاج حاجات لو الميلازمة أعمق من كده شوية فيه بقى التأشير بالليزر أو الفراكشن الليزر وفيه كمان ليزر كيو سويتش ليزر ده برضو من الليزر الحاجات الممتازة في علاج الميلازمة وبرضو بتحتاج أكتر من جلسة طيب تمام ننتقل بعد الحفر والندبات لأنها من الحاجات المزعجة جدا بالذات اللي بتيجي بعد الحب الشباب وتسيب أثر ممكن يوم على واحد طول عمره يعني هل برضو ليكوا طريقة فيها وليكوا حل لها؟ دي برضو من المشاكل اللي بنشوفها كتير الحفر والندبات اللي تبقى موجودة في البشرة طبعا لها وسائل علاج كتير بس الحاجة كلها لازم تكون يعني مشانا ده نقول فيه كريم بيضيع الحفر والندبات لازم دكتور ومتخصص وهو عارف بيشتغل ازاي ما ينفعش يعملها في البيت يعني هي المشكلة بتبقى أن يعني لو مثلا الشخص ده اتأخر في علاج حب الشباب أو لو هو من النوع اللي بيلعب في حبوب الشباب كتير فالحباية تخفه وترجع تطلع تاني ويقشرها ويلعب فيها هنا بيحصل أن الهيلينج أو التقام الجرح ده بيبقى فيه مشكلة شوية فتدينا الحفرة اللي موجودة دي ببقى أنا محتاجة أتعامل معيها عندي وسائل كتير جدا بتعامل معيها بتبقى حسب درجة الصعوبة يعني فيه حالات بتبقى صعبة قوي فيه حالات بتبقى خفيفة وبنقدر نختار ما بين كذا حاجة زي مثلا جلسات الدرما بان اللي احنا بنستخدم فيها المايكرو نيدل النيدلز هنا بتبقى نوع من أنواع التحفيز الميكانيكي للخلايا أو الإبر عشان نحفز بيها إنتاج القولوجين فيه حاجات برضو بقت ممتازة دلوقتي وأجهزة جديدة قوي موجودة اللي هي البيفاتشي أو المايكرو نيدل ريديو فريكنسي الموجات الـ RF أو ريديو فريكنسي بتساعد قوي في تحفيز إنتاج القولوجين وبتساعد كمان إنها تقفل الجروح دي وتهيل بسرعة مع النيدلز اللي قلنا عليها أو الإبر دي بتجيب نتائج ممتازة وفي نفس الجلسة بنقدر نستخدم حاجات كتير زي مثلا البلازما الـ Growth Factor كل الحاجات دي بتخلي الـ Healing أحسن وبتحسن من إنتاج القولوجين وبتساعدنا جدا في التقلص من الجروح تماما عندي صورة بتبين برضو علاج الحفر دي والحقيقة الفرق واضح يعني مثلا الحالة دي تعالجت بإيه دي بالفرق دي علشان يعني الحفر هنا جديدة شوية تعالجت بطريقة مختلفة شوية احيانا بنعمل أكتر من وسيلة العلاج يعني هنا مثلا عملنا نوع من أنواع التسليك أو السابسجن احنا بنسلك يعني ببقى فيه Fibrosis تليف تليف احنا بنسلك التليف ده بندخل تحت في طبقة سطحية من الجلد وبنحاول نسلكه وبنستخدم فيلر بتركيز معين وبعد كده في جلسة تانية بنرجع نعمل Fractionalism Fractionalism من حاجات ممتازة جدا في علاج الندبات والحفر ومن الحاجات القديمة وبتجيب نتائج هيلة بس هو فيه مشكلة واحدة بس أن احنا بنطلب من الشخص أن هو يقعد يعني أسبوع كامل في البيت ومعادش عندنا رفاهية الوقت دي فعلشان كده فيه ناس بتبقى صعبة عليها بننتقل بقى على طول للفيباتشي أو جهاز المايكرونيدر RF ده من الحاجات الحديثة وملهاش أي نيداونتاين يعني الشخص بيعمل الجلسة وبعدين تاني يوم بيكون في شغله ويخرج وبرده نتائجه هيلة طيب نكلمهم عن الوقاية لأنه واضح أن فيه مشاكل معينة لازم ينتج عنها حفر الندبات لو بنتكلم عن الحفر الندبات حب الشباب يبقى الوقاية أن أنا من أول ما يظهر عندي حبوب ما تعملش معها أن دي فترة وهتعدي ولازم أنا همر بالفترة دي اللي هي فترة الشباب وهتعامل معها أنها بشكل طبيعي وهتروح لوحدة ده غلط جدا حب الشباب من أول ما بيظهر مهما تكون دركته بسيطة لو أسرعت بالعلاق مش هوصل أبدا للمرحلة دي وخصوصا لو أنا عندي أحد أفراد أسرتي عنده الموضوع ده لأنها فيها جزء جيناتك وراسي جزء وراسي لو في حد فعلتي عنده الموضوع ده أنا معرض لو جالي حق بشباب أن هي تأمل معايا نفس القصة وتسيب حفرنا دا بي وطبعا ملعبش أبدا في الحبوب لا تبقى هواية بقى طول ما هقعب يذاكر ولا بيعمل أي حاجة يقعد يلعب فيه طيب نلخص تاني إيه الحاجات اللي بتخليكي تختاري نوع العلاج لأنه النهاردة بيتعرض على الناس حاجات كتير يا دكتورة بيتعرض عليهم في إعلانات كريمات تعالي أعمل جلسة كذا إحنا عندنا الليزر اللي بيعمل كذا إيه العوامل تاني اللي في الحالة تخليكي تختاريها العلاج ده وبيمتعهش العلاج ده لا أخد العلاج ده يعني هكي لسه قيلة من شوية إن فيه نوع علاج لازم يعقب في البيت أسبوع فيه واحد لا يملك هذه الرفاهية فأقولي ألا خاصلنا كده العوامل اللي بتحكوبي بيها على العلاج بختار حسب أولا القوة الحالة يعني كمية الحفر ودي وشكلها إيه بختار نوع العلاج تاني حاجة هو بيقدر يقعد في البيت ولا ما يقدرش فيه ناس لا تملك رفاهية الوقت دي لا بشي أحدر واحدة ست بيت فهي أعدى أحد بيقدر يقعدها بيختار له الحاجة اللي أقدر أمنعه من الخروج والتعرض للشمس فيها حاجة مهمة جدا نوع الجلد ولونه لون الجلد الغامق شوية يعني الجلد عندنا أنواع من واحد لغاية ستة نوع الجلد الغامق شوية ما بينسبوش مثلا الفراكشناليزر بينسبو أكتر المايكرو نيد الريدي فريقونسي أو الفيفاتش فبيبقى حسب كمان لون الجلد نوع الجلد ولونه وفي الصيف مثلا يعني ده برضو في الأوقات الحار برضو ما نفضلش نعمل الفراكشناليزر علشان بيبقى الشمس قوية وممكن تسبب مشاكل له واتعرض للشمس لكن أخذ العلاجات زي ما فهمتها بحديتك كده غالبا ما بتحتاجش تعمل تاني يعني بادام قدت نتيجة كويسة زي اللي شفناها في الصورة خلاص مش هيحكك لما بنوصل للنتيجة ما بترجعش تاني لما بنوصل للنتيجة ما بترجعش تاني يعني مش هتحفر تاني لا مش هتحفر تاني طيب في موضوع مرتبط برضو بالمرة بنتكلم فيه وحضيك معنا اللي هو الهالات السودة لأن دي مزعجة الناس جدا نقول لك ما لك انت ما بتنامشي لا انت عندك أنيميا شوفي حولين عينيك يسود ازاي فإيه الموضوع ده وإيه أسبابها أصلا دي فعلا من مشاكل الكومن جدا اللي بنشوفها وبتقرق يعني صاحبها بيبقى عاوز يتخلص منها بأي طريق طيب لك إنه واخد بنيا في عينه مبدأين الهالات السودة لها أسباب كتير جزء منها جناتك يعني تلاقي العيلة كده كلها وعندها الموضوع ده جزء منها كمان زي ما حدك قلت الأميميا وممكن أحيانا الالتهابات اللي حولين العين تسبب الهالات السودة وأحيانا كمان قلة النوم والعادات الخاطئة في الصهر وشرب القهوة والتدخين وقلة شرب الميا ودي أحد الأسباب رأيك في التدخين في الستات انت دكتورة جلدية يعني هل فعلا ده كانت جالنا هنا دكتور صدرية دكتور حسام مسعود وكلم الستات قالوهم هتعجزوا بسرعة دي حقيقة طيب إيه تأثير التدخين على الجلد وحديك فرصة أنت معاناك الحقيقة التدخين من العوامل اللي بتصرع جدا شيخوخة الجلد وبتصرع جدا ظهور الرينكلز أو التجعيد الرفيعة في الجلد كله وكمان حوالين الفم نتيجة الحركة اللي تتعمل علشان التدخين فطبعا لهم مشاكل كبيرة جدا ومدمرة للجلد زيها زي كل أعضاء الجسم الأخرى نكمل بقى الهالات السودة فيه برضو أحد العوامل اللي بتسبب الهالات السودة التجويف اللي حوالين العين أحيانا بيحصل فيه تجويف تحت العين فيبقى فيه زي شاد وزي ضل مجرد ما بنصلح التجويف ده إحنا صلحنا الهالات السودة بنسبة كبيرة بس الهالات غالبا بيبقى أكتر من عنصر مع بعض يعني أحيانا يجي لنتيجة التجويف ونتيجة لون زياد واللون ده ممكن يكون لون مدي على بلوش أو أزرق ده لو عندنا مثلا اللي هي الأوعايد نموية باينة لأن طبعا الجلد هنا بيبقى رؤية قوي فالأوعايد ده مويد من من تحته يدخل اللون على لون الأزرق شوية لو اللون البني ده بيبقى السابغة هنا زيادة شوية نعمل فيها إيه بقى نعمل إيه حسب السبب أولا طبعا الوقاية اللي احنا يعني قلنا أسبابها بنقي منها السبب لو السبب ده لون ولون سبيشيلي بني ده بنقدر نفتحه سواء كان بمسكات معينة للتأشير والتفتيح أو باستخدام ميزو ثرابي أنواع معينة من الماتيريال بتحسن جدا من اللون تحت العين البلازما من الحاجات الحلوة جدا لما يتحقن حول العين بتزود سمك الجلد فبالتالي بتحسن اللون وكمان بتساعد لو فيه عندي أي رينكلز رفيعة بتحسن جدا من الموزن تجايد رفيعة أو تجايد رفيعة ييجي طبعا بقى لما يكون عندي تجويف زيادة بقى على طول الفيلر لأن أي تجويف لازم أبليه أضيع الشادول اللي هو يعني بنتحسن لو احنا عندي أكتر من عنصر بنسبة مثلا 60-70% بنتحسن ولو عندي سبب تاني زي التصابقات بنتعامل معي تمام مرسي جدا يا بكتورة نغلطينا الموضوع كويس قوي أكيد كل السيدة أو بنتي بتفرجوا علينا دلوقتي وعندهم المشاكل تتكلمنا فيها هيطبقوا فورا كل النصائح والمعلومات اللي عرفناها من حضرتك لو بتتفرجوا علينا دلوقتي وتعرفي صحبتك أو جرتك أو قربتك بتاعنا المشاكل دي ادخلي على حسابنا على يوتيوب خدي لينك فقرتنا ده وبعتيها لها عشان تسعديها إنها تلاقي الحل الأنسب وتتخلص من أي مشكلة من دول تكون عندها حلقتنا لسه ما خلصتش هنطلع لفاصل ونرجع على موضوع جديد وضيف جديد استنونا إزاي أقدر أحافظ على أسنان بنتي أو ابني وأنا مش شايفهم قدامي زي مثلا الوقت اللي بيروحوا في المدرسة أو الوقت اللي بيروحوا في التمرين لوحدهم النهاردة لو أنا مش هقدر أخلي الطفل أو أعوده من بدر أنه هو يستخدم الفرشة لوحده أقدر أني أستخدم حاجات طبيعية تزيل الفضلات الأكل والتسويس من على الأسنان زي إيه؟ زي نأسيب طفاحة مع الأكل لو كاننا الطفاح إحنا حتى نفسنا ككبار لو كاننا الطفاح هنلاقي أنه الطفاح ده بيشيل وبيزيل طبقات البلاك من على السنان نفس الكلام لو قدنا لهم أجبان نحاول نركز في الأجبان زي الشدر أو الأجبان الرومي الكلام ده بيزود إفراز اللعاب وبالتالي أم اللعاب يفرز كتير ده بجال قلوي بيشيل كل البكتيريا اللي موجودة تلي ما يحصلش تساوس فبالتالي إحنا محتاجين نبروفايد أو نعطي أطفالنا خضروات وفاكهة طبعية رو خام عادي خالص زي الخيار وزي الطفاح وزي الجزر الكلام ده لو أكلوه بانتظام كسناك ما بين الأكلات أو حتى يتحط في اللانش بوكس طعم وما راحل المدرسة الكلام ده هيقل نسبة التسويس جدا 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 بدون من استخدم فرشة ومعجوم